يا ستة محترمة من حقها انها تعيش حياة طبيعية زي اي كائن تاني في الحياة امتى هنفهم ان الاخلاق ملهاش علاقة بان هي مطلقة او متجوزة او مرتبطة او مخطوبة او يا سيدي عانس حتى يعني بجد عاوزين كده نعمل حاجة او نتعلم حاجة نفهم البشر نراعي زروف الناس ما نضغطش قوي على الجرح كفاية ان هي مكسورة ستة مكسورة وستة عانت في حياتها وربنا عالم هي عانت قد ايه سواء مع جزها سواء مع حماتها سواء مع عيلة جزها يعني ربنا العالم بجد بجد ايه وراء حكاية الطلاق بتاعتها دي فاحنا عايزين نتقبل ده بشكل رحيم شوية سواء على مستوى الجران على مستوى مجتمعنا كله سواء هي بتشتغل في مكان بتشتغل في بنك بتشتغل في شركة ما بتشتغلش على مستوى جرانها على مستوى اهلها يعني عايزين الرحمة شوية لان الست دي بتبقى مكسورة كسرة كبيرة اوي ربنا ما يوريها لحد اه معانا تقرير اه عايزين نشوفه تقرير عن اه اه المطلقات هل المطلقات اه بتاخد حقوقها ولا ما بتاخدش حقوقها يلا نشوف التقريب